كهرباء ومحمد عبد المنعم مفاجأة صادمة في اخر 24 ساعة في النادي الاهلي كهرباء من خلال وكيل اعماله بيطلب الاستغناء رسميا من النادي الاهلي ومحمد عبد المنعم بعد وصول عرض رسمي من نادي نيس الفرنسي هقول لكم ايه اللي حصل في الكواليس بس ما تنساش تلايك وتشير وتشترك في القناة واسمع معايا ان الدنيا ملهاش امان ايه اللي حصل مع كهرباء كهرباء انتوا عارفين ان الحكاية بينه وبن كولر بقت في طريق مسدود تماما لدرجة انه في اخر فترة ما كانش بقى يضغيب عن التمارين وبقى يحضر مرة وما يحضرش مرة والعقوبات شغالة من خالد بيبه ما شاء الله على كهرباء موضوع المشاركة بتاعته والمشاكل موضوع ان الخطيب سيب الامور طبعا انتوا عارفين ان الجهاز الفني المجلس الدنيا بتدخلش في الكهارات الفنية مين يلعب ومين يقعد المهم الدنيا سواد السواد يا بالحاج طيب هل كهرباء وصل ليه اي عرض رسمي لا كل اللي كنا بنسمعه الفترة اللي فاتت من اندية سعودية او خالجية ما فيش اي عقد رسمي يوصل لكهرباء العرض الوحيد اللي ممكن يبقى فيه كلام نادي زد المصري وكهرباء رافض يلعب في مصر مع اي نادي غير النادي الاهلي انا مش هلعب في زد دوني اي استغناء وانا همشي طب يعني اعمل حاج دوني استغناء جي وكيل اعماله اللي هو مسك وكيل اعمال نص لعبية مصر ده اعرفش اسمه محمد ايه قعد مع امير اه مدير التعاقدات في النادي الاهلي قال له دلوقتي انتم مش عافين تسوقوا كهرباء وانا ما عنديش ليه اي عروض رسمي يعني انا كهرباء دلوقتي ما عنديش ليه اي عروض رسمي والراجل ما بقاش يلعب ما بيروحش منتخب العلاقة بينه من كولر مش احسن حاجة كل يوم من سيء لأسوأ وكولر اعلن رسميا استغنوا عن كهرباء انا مش عاوزوا معايا في الموسم القادر اصبح وجود كولر يساوي وجود كهرباء وطبعا كولر مكمل بالنتائج والاركام والاحصائيات اللي عملها مع النادي الاهل الخطيب شايل ايده كان قال ان هو عاوز اتنين مليون لو جاله اي عقد بيع او اي عرض بيع لكهرباء وما جالش لكهرباء اي حاجة يقوم بقى واخير اعمال يقول ايه الامير قال له خلاص اديه له اللي استغناء اتفات مع كهرباء اده له الاستغناء زي ما هو جالك في صفقة انتقال حر ببلاش مددش حاجة لأي نادي وساعته في دفع الغرامة ساعة نادي الزمالك هنعمل نفس الحكاية اده الكهرباء للاستغناء وهو دلوقتي هيروح لأي نادي اه انا هسوأه بقى ليه وفي الحالة دي النادي مش هيسمع ان فيه كلمة النادي الاهلي يقولك طب هدي كامل النادي الاهلي وهدي كامل كهرباء على عكس ما يبقى كهرباء انتقال حر فلو خد له مليون دولار يسدد بيديونه وياخد هو شوية فلوس يبقى كده سلامه عليكم امر رد عليه امير مدير التعاقدات وقال له انا لازم اعرض الامر ده على الكابتن بيبو محمود الخطيب لان انا مقدرش اخد القرار ده الواحدي لكن حتمية وقولا واحدا كهرباء ماشي من النادي الاهلي قضي الامر والسؤال هل النادي الاهلي فعلا هيضحب كهرباء ويدي له استغناء ويمشي ببلاش تاني ببلاش ولا النادي الاهلي هيبدأ يشوف الامور لو جالوا فعلا اي عرض يبدأ يوافق عليها عشان ياخد اي مبلغ من كهرباء بما ان تواجده مع الفريق مع كولر اصبح مستحيل ده اللي هيباني الفترة اللي جاية ولكن ما كنتش اتمنى ولا اتوقع بعد كل اللي حصل ده ان محمود عبد المنعم كهرباء يمشي بهذه الطريقة من النادي الاهلي اعتقد في ناس كتير جدا الموقف ده بالنسبة لها هيبقى درس مستفاده بيعلم معاهم بشكل او باخر ولكن كهرباء برضو شينا وابينا مشاكله كترت في الفترة اللي فاتت موضوع التمرين ومشاكله مع خالد بيبو ومع كولر قره يروح ومرة ما يروحش على فكرة كهرباء عليه غرامات مالية كبيرة جدا من خالد بيبو لو جمحها في الاخر هيلاقي ان مرتبه كده وتعقده ضيع منه فلوس كتير جدا 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 فبالتالي هي دي الكورة هو ده علم الاحتراف كهرباء هياخد استغناء ويمشي ولا الامر هيتساعد تاني نجي بقى لمحمد عبد المنام عرض رسمي من نادي نيس الفرنسي باربعة مليون دولار يعني قول ميتين مليون جنيه لحاجات بسيطة رقم كويس في مدافع طبعا محمد عبد المنام اللي عمله النادي الاهلي عشان برضو محدش ايه يصدق نفسه وينسى نفسه طيب اه نادي نيس بقى تعرض رسمي والموضوع دلوقتي بقى رسميا مع النادي الاهلي طب اللي معطل الموضوع ولسه ما تمش نادي نيس عاوز يدفع الا اربعة مليون دولار على تلت سنين طبعا مجلس الادارة والنادي الاهلي والتعاقدات رفضة يعني هتدين اربعة مليون دولار في تلت سنين انا موافق خد الراجل ومشاف طريقه في الاحتراف في الدوري الفرنسي ونادي نيس اي نعم مش من قندية القمة في فرنسا لكن نادي بلعب في الدوري الممتاز ومعروف لكن مفيش حاجة سمها تدفع لاربعة مليون على تلت سنوات لا يدفعوا مرة واحدة او مرتين بشكل غير كده فبالتالي وقفت المفاوضات لغة النقطة دي وطبعا عبد المنعم عاوز امشي عاوز امشي عاوز اروح فرنسا عاوز اروح فرنسا عاوز اروح فرنسا اللي هيتم في الاربعة مليون دولار لمحمد عبد المنعم وهل النادي الاهلي هيوقف في سكته ولا هيمرر بشوية مرونة ولا هيحصل ايه زي ما انا حكيت لكم مع كهرباء هو ده اللي كلنا هنتابعوا الفترة اللي جاية احداث سخنة وراء بعضها كتير مع النادي الاهلي تابعونا جايل لكم دايما بكواليس الكواليس كما هي العادة احنا بنجيب الخبر من جوا النادي ومن المصدر مش اي كلام وخلاص من فضلك ما تنساش تلايك وتشير وتشترك في القناة